السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وأحبائي وأخواتي في الله كانت مني يا رب تكونوا في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله سنحضر معكم شيء كي يحبوا الأطفال ترطية أو كل واحد أشكي سميها نوع من المأكلات السريعة التي تقدر تحضرها في دقائق وحتى المكونات متواجدة في كل بيت معلنا غير ناخدوا شوية من الوقت ديالنا وغادي نديرو التزيين اللي يكون مغري للأطفال المكونات غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف أنا أكتبتها لكم في الفيديو غاكتبها لكم في صندوق الوصف أنا أخليكم مع طريقة التحضير أول شيء خاصنا سنسخنوا الزيت جيدا بعد غادي نحطوا قطعة من البطاطس نجربوها من المكونات جيدا لأنك من قلتها بالزيت جيدا لأنه لا تعرفون البطاطس إلا قمتها على زيت باردة وليس تجربوها لا تجربوها ولا تجربوها فلا يجب أن الزيت سخونه أو نار مجهده علىها في الأول غير تبدأ كنت تشد في راسها تقص عليها النار وتفعلها تتحمر لازم يكون اللون دياله بهذا الشكل وكتكون مقرمشة وبنينة صراحة هنا غدي نحطو الجزء الأول ها هو طاب معانا الجزء الثاني غدي نحطوه كيف ما كتشوفو كانت النار عالية من بعد هديتها باش قطب مزيانة لخطرها هنا البطاطس كتكون عندنا كلها واجدة تقلات غير نبدأ وغن نقليو في البصل ديالنا غنبغيو غير يتعسن يعني يضبلينا شوية غدي نحطو شوية بشوية لان كتعرفو الزيت مع البصل والبصل اصلا كيكون في واحد الماء ديالو فكي ردو البل ردو البل ما تحطوش البصل وتكونو زع مقرابي يعني حطوه بعدو وهنا بدو نحركو البصل ديالنا بهذا الشكل غير بغينا غير يضبلينا بعد غادي نبدو نحطو الفلفل الاخضر الحلو او الفلفل الرومي غادي نبدو نحطو تدريجيا بهذا الشكل من بعد غا مقاو نحركو حتى هو بغينا غير يضبلينا يعني ما بغناش نضيع الفوائد ديالو بغناش يطيب بزاف حتى يهرى بغينا غير يضبلي شوية هنا اه اخواتي او اخواني كان نقول لكم ان الخضر ديالنا صافي راح استاوت مزيان غادي نشد واحد الاناء غادي نحط فيه التوابل اه غادي نضيف عليهم البيض والبقدونس هنا غادي نحتاجو ست بيضات انا في الاول احطيت خمس بيضات غير باش نشوف واش الخليط غا يكون يعني مع البيض هو هادك انا بدي اياك نقول زي ما غا نشوفها لقدر فهنا حطيت في الاول خمس بيضات اه لقيتهم ما كفى ونيش مع الخليط ديال الخضار فاضفت البيضة السادسة كم قوي نحركوها بعد الشكل باش العناصر ديال ديال التوابل والمكونات يدخلوا مع بعضهم فهد الاثناء غادي نبدا نوضع الخضار ديالنا في الخليط ديال البيض مع التوابل وغا نبدا نقلب جيدا بهد الشكل وبعد غا نضيف البيضة السادسة اللي كنت قلت لكم عليها هنا اه غا نبدأ نسخن المقلات ديالنا على نار هادئة كننأكد على نار هادئة لان كيفما كتعرفوا وقع المكونات طيبة مستوية اللي باقي غير البيض فله هذا يعني نار هادئة باش طيبة ذاك البيض على خطره فاحنا غادي نمسحو المقلات ديالنا بالزيت النباتي وغادي نحطو الشكل اللي احنا عدنا او اللي امتواجد عندو او ممكن استغناء عنه يعني ممكن استغناءه انا كشكل اه بغيت نخلي الاطفال ديالي ياكلوا الخضار اللي من فيع لهم اه بغيت نديل لهم الشكل واكتر حاجة نوصيكم عليها هو الشكل الشكل اللي كيخلي الاطفال كيكلوا اي حاجة اللي ما أي حاجة انتم ما يعكلوش باقش ديالك حاجة بواحديتها منكك تبد rights لعبلي عالا على الاشكل هنا غي تقليغ زي باديك الحاجة وطبعا على الطعم طعم والشكل مشي غير شكل يعني كان بعض الاشياء اللي كيكونوا شكل مغري ومنكك تدق تعم كيكون طعم مازوينش في وижу اذن الى الصفل الى الغذائق استعمالها و سنقلبها و سنقلبها نعتذر على المنظر المقلات لانه كيف تقلب اي شيء فقط اذن اضغط على الجوانب باستخدام هذا الشكل. هنا ترطينا وجهة طيبة. سنبدأ نوجده الوجه ديال ميكي. هنا الوجه ديال ميكي او ممكن تستغنوا على الشكل لو انتم ما يمشي من الهوات ديال الفنون يعني لو بغين غر غين طيبوا من ناكل وصافي. فعلي هذا كنقول لكم ما تلزموش راسكم بالشكل. انا كنبغي ندير شكل على قبل الاطفال ديالي باش يحبوا الحاجة ويحبوها كتر وكتر. وهنا وصلنا للشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي. كانت من عيار بكل فيديو خفيف ضريف على قلبكم. وكيف ما كان قول لكم ديما. دائما كان قلب على اشياء على قد الايد اللي يقدر الغني والفقير يديرها. وكان قول لكم ما تنسوني شو تعليقات وجاء مبارتاجي وقل لكم في امن الله وسلم في متناول جميع ونقول لكم.